في سنة 784 هجري 1382 بلادي تم عقد اجتماع كبير في الألعة حضروا الخليفة والقضاء والأمراء وده التنصيب سلطان جديد للبلاد لأن السلطان اللي موجود صغير وما يقدر شعر القيام بأعباء الحكم وبالفعل تم خلع السلطان أمير حاجي آخر سلاطين أسرة قلعون وانهاية دولة الممالك البحرية وابداية دولة الممالك الجاركسة بإعلان السلطان برقوق سلطان على البلاد واللي تلقب بلقب الظاهر اتعرف كتير عن سلاطين الممالك حبهم للأدب ومجالس العلم والتقوى والورع والدليل على كده مؤسساتهم الخيرية من مدارس ومساجد وأسبلة وخنقوات وغيره وممكن تكون المؤسسات دي كلها ستار حاول بي بعض السلاطين التكفير عن ذنوبهم ومن ضمنها الخنقا والمدرسة اللي قدامنا دلوقتي واللي موجودة في شارع المعز واللي اتبنت سنة 788 هجري 1386 ميلادي وهي خنقات ومدرسة وقبة السلطان برقوق السلطان برقوق اللي كان بيده مخطرين خطر المغوى الخارجي وخطر المؤامرات الداخلية الا انه سابلنا تحفة معمارية واللي بيميز المبنى ده انه جمع بين طلبة العلم والمتصوفين المنقاطعين للعبادة في مكان واحد وعشان كده بنقول المدرسة والخنقا وكانت لتدريس الفقهة على المذاهب الاربعة وبتتكون من اربع ايوانات وصحن مكشوف وفي الوسط الميضاء المخصصة للوضوء ودكة المبلغ الجميل افطر في ايوان الابلة اللي موجود فيه المحراب والمنبر ولما كان عدد المصلين كتير هنلاقي ان المهندس عمل مدرس فرعية خلف مكان الصلاة وبتتكون من صحن مكشوف وايوان واحد وبتذكر المصادر ان الخنقا كانت مجهزة لاقامة 200 صوفي وشيخهم والجميل هنا ان المصادر ذكرت اسم المهندس اللي صمم الجمال ده كله وهو المهندس شهاب الدين احمد الطولوني واسم المشرف على البنى مكتوب على المدخل الامير جهركس الخليلي المكان تحفى معمارية تستحق ان انت تنزل شارع المعز وتيجي تشوف الروعة في التصاميم والروعة في المدخل والروعة في الارضيات وفي السقف فعلا تحفى معمارية من العصر المملوكي